عام 1994 كنت في العراق كانت عندك حفلة نويل غشام وكانت فما الفرقة متى كادم السهر هي الموجودة فرقة كادم السهر كانت قبل ما نخرج من سفرة متاع العراق من تونس كان الاتفاق مع كادم السهر باش يعطي الفرقة نويل غشام ولمجموعة لي باش تجي وقتها وقت الحصار لكن هذا ما صارش علش رفض كادم السهر انو الفرقة متى تكون موجودة معاك هو انا ما نعرفش التوا ما نعرفش علش على خاطر ممكن كان عنده خدمة مع اختي نويل غشام ما جاتش نويل لظروف ما نعرفهاش لكن اسكيت اكسترا اوردينار وقت لنوصل هنا غاديكا ووقتها كادم السهر رفض بشعة الفرقة وانا في نوزل الرشيد تصل بي شخص من وزارة داخلية العراق وقليرا وعدي وابن صدام حسين الله يرحمهم مشيت المكتب ضخم كبير وحاجة حاسيت اني قدام شخصية شخصية كبيرة وانا ما كنتش نعرفش كونه فهمت النادي الكادم السهر وسخصخ وقال له هذو ما ناس جايوا من تونس عاونوك في تونس ووقفوا معاك في تونس وتونس رحبت بيك كيفاش انتي اليوم على خطر ما تقرر باش تبدل رأيك باش تعطي الفرقة وحنا اتفقنا مع المهرجين وطردو قولها بكل صدق وطردو وسخصخو وهو يعرفها هذيها وانا بصراحة الموقف هذا ما عابيتوش عودي يطرد كاذم السهر ويسخصخو ويسخصخو يسخصخو يسخصخو قال له هذو ما تونسا حبايبنا وتونسا هؤما اليوقفوا معانا والاعلام وقف معاك وانتي في بدايتك اليوم فرقة تستخسرها في ناس جايين باش يساندو وهذا نعرفه وهو يعرفه بربي تقابلتم أبعاثكم ولا ليه؟ تقابلنا بلوتار في الأردن في الحدود الأردنية صدفة وقلت له اللي عملته حاجة خايبة برشا ونحن نتعلم برشاة قبلتو في الأسانسور تعالوتييل؟ قبلنا في الأسانسور تعاركت؟ أنا شرحة مش تعاركنا أنا تمنيت نخنقه وما نكذبش عليك أما لأ أخلاقي ورؤية والبعد والأحساس هذا كل يسكنني هداني قلت له منك لله وكوا